موسيقى أنا اجتمعت مع التجار مع موثيلين اجتمعت مع الغرفة التجارية والآن نحن عاجزين في الوقت الحالي على تقديم مراقب لماذا؟ لأن أولاً الكورونا لم تنتهي بعد مش عارفين حجم الخسائن ثانياً يجب أن يكون واحد منطقي فيه أنشطة منقفلتش يعني اشتغلت عادي جداً 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 فيه أنشطة حبست وخدمناها شوية وغير ذلك وبالتالي ما اتفقت أنا مع ممثل التجار سواء نقابة سيبن شهرة أو جمعية سيبولو نوار سنقوم بتقييم واقع حقيقي مبني على معلمنا الدقيقة شعبه بشعبه قل شعبه بشعبه صعب شرط التجار حقيقيين تكلميش عن التجاري ما عندوش سيجيل تجاري أو التجاري ماشي مصرح للكاسنوس أنا بالنسبة لي ما مش تهجر في بعض الشعب اقترحوا قال لك خلونا نعود ونخدمه فقط نبدو ما نطلبه ولا تعويض في شعب قال لك حنا ما نطلبوش تعويض قال لك فقط الضرائب اللي تقع علينا شوفوا كيف دلوها لنا يعني تتمسحونا الغرامات وكيف تأجلوا الدفع لذلك في بعض التجار يعني بشو نكونوا صراحة يعني قدرتهم المالية الكبيرة ما شاء الله يعني إذا شعروا لا شعروا ما تأثرش عنهم لأن صراحة عندما كان يدخل بنيفيس ويربح أربح كان يدهن نفسه الآن إذا فيه خسارة لازم يتحمله وشوية خسارة هذه الجانحة خلات الناس تعرف أهمية والتجار تعرف أهمية التجارة الكثير الآن فيه فوضى يعني نقوله بكل صراحة الآن شفنا مواقع كثيرة عديدة التجار كثير هم يقوموا بها أنا أزديت لإطاراتي يقول لهم خلوهم خلوهم يذوقوا حلاوة هذه التجارة الكثير اللي يمكن معنا من قبل كانوا رفضينها شي تطوعي مش شي إجباري يعني كان القوانين كنا نحطوه فيهم نحب كان ما ما يحبش ما نقدرش نقوله إجباري دي لكن الآن عندما شافوا كثير من تجار في الغلق أن الوسيلة الوحيدة هي التجارة الإلكترونية بالكون فيلمو الوسيلة الوحيدة الآن فيه نانجومو يعني فيه حب لهذا التجارة قلت لهم خلوهم تجب دول طرف خلوهم يخدموا وش يحبوا فيما بعد سنتدخل عندما تنتهي هذه الجانعة نحن بصدد قيام بعملية حصرهم سنتصل معهم إن شاء الله يقوموا بعملية إن شاء ما يسمى سجل تجاري إلكتروني قرار لتأخذ السيد الرئيس الجمهورية عندما غلق الحدود استثنى كل عملية تجارية وكتلاح فيها وانتها أمان وانت قدر تنظرين الآن البواخر موجودين يعني بش تخلو منها يعني ما عطلنا ولا شيء لا مدى أولية ولا مواد استهلاكية بالعكس تأخذت إجراءات وصير الوزير أو المشكور بتعجيل عملية استيراد ما يحتاج المواطن في أكله أو دواءه يعني بالعكس إذا كان يستغرق أشهر تقريباً أننا نخدمه فيها 20% يعني كل مجهوداتنا وجهت إلى أولاً محاربة هذه الجانحة وأيضاً تنظيم السوق لأنا ميخفيش عنيك يعني تخدمي وش تخدمي؟ لو رمضاني يجوز ماشي منيه بالنسبة للشعب الجزيلي ما خدمته ألوه إذلك الآن 80% من نشاط الوزارة ره يصبح في ذلك 20% المينة بفترة يتشتغل وأكيد ماشي بسرعة كبيرة لكن نشتغل الحمد لله سواء في التجارة الداخلية أو في التجارة الخارجية أكيد عندما تنتهي هذه الأزمة سيعاد بعث المينة بفترة التي تشتغل 100% وبعث المينة بفترة التي مزناها مطلقناها نحن مطلوب منها أننا برنامج صدقة للحكومة مزيزة ووزارة وقبل البرلمان لابد أن يجسد ترجمة نانسي قنقر